الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرات لدايه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانات عليه إذا استغنيت عن شيء فدعاه وخذ ما أنت محتاج إليه نحن نتجول في أبواب الشعر المختلفة ما بين الحكمة وما بين الوصف اليوم إن شاء الله سنتحدث عن شعر الوصف ونتناول واحدة من الخصائد الرائعة التي تصف الحياة وتصف الطبيعة بداية كمدخل لهذه الحلقة شعر الوصف لعله هو يعني يصف الحال يصف الحياة يصف ما يراه الإنسان عموما الحمد لله رب العالمين صلى الله على رسوله الأمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به داره السلام عليكم الوصف من الأمور التي يعرف بها الإنسان تصف الشيء بهذا الوصف يعرف ذلك الموصوف والشعراء بارعون في هذا والشعراء ملهمون والشعراء أيضا أمراء الكلام لذلك لا يصف شاعر شيئا إلا وقال المختص قد صدق يصف الأشياء وصفا دقيقة هذا الوصف لا كان وصفا معنويا أو وصفا حسيا وكذلك يستنطقون الأشياء يستنطقون الأشجار يستنطقون الحجارة يستنطقون الماء يستنطقون الكواكب يستنطقون النجوم وهكذا يخرجون الأشياء أحيانا بل الشيء غير الجميل يصفرون بمظهر الجميل وهذا معروف في البلاغة نعم فهناك الشعر له ضرب كثيرة والوصف أمر مهم جدا نعم والوصف قد يكون وصف ألوان وقد يكون وصف صفات صفات معنوية اللون يرى ويحس هناك صفات معنوية يقولون هذا عالم هذا وصف وصف بأنه عالم لكن العلم لا يرى إنما يعرف إذا تلفظ به الإسان نعم المرء مخبون تحت الإسان يقول تعدد حتى أراك نعم إذن أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأحباب ومعا إلى قصيدتنا في هذه الحلقة هذا النموذج لشعر الوصف ورحلت ثم مهاجرا في قارب الأمل السعيد ورحلت ثم مهاجرا في قارب الأمل السعيد الورد خلفك باسم والطير يسجع من نشيد في رحلة سحرية فيها ابتسامات وليد وهناك في ظل الغصول الخضر والعشب النضيد والماء تحتك باحك فكأنه يتم القصيد تفضي بسرك آمنا وتعيش بالقوت الزهيد ما دام قلبك عامرا بالنور في كنف الحميد وهناك تعلم موقنا أن التقي هو السعيد إن السعادة أن تعيش لفكرة حق التليد إذن هذا هو نموذجنا لهذه الحلقة ومعا نتعرف على كثير من المعاني ونتدارس حول هذه الأبيئات أهلا بك دكتورة طيب من جديد ورحلت ثم مهاجرا في قانب الأمل السعيد ربما نقف وقفة نحوية ومن ثم وقفة بلاغية أو حول معاني هذه الأبيئات هو هذا الشاعر يخاطب شخصا لم يحدد هذا الشخص وقلت يخاطب شخصا لأن كلمة شخص يستوي فيها الذكر والأنثى المرأة شخص والرجل شخص ويخاطب شخصا رحلت ثم مهاجرا وثم بمعنى هناك وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ثم مهاجرا ومهاجرا هنا حال أي هو رحل ما نوع هذا الرحيل رحل مهاجرا نعم رحلت مهاجرا هنا المعروف رحلت فعل ماض هو فعل ماض والهنا رحلت المخاطب هنا وضمير فزاة تقديره أنت رحلت أنت رحلت أنت وثم بمعنى هناك مهاجرا حال نعم رحلت ثم مهاجرا نعم في قارب الأمل السعيد طيب ننتقل إلى الجانب المعاني نعم وأنا أريد أن نبدأ بمهاجر هذه نفسها نعم هنا حقيقة أستاذ خلي أنا ما أحببت أن ندخل المشاهد في تعقيدات نحوية نعم لا يقولت رحلت رحلت هنا رحلت معه هنا اللام ساكنة أصلا رحلة هي صحي رحلة وين يقوله فعل الماضي إذا اتصل بضمير المخاطب يبنى على السكون لكن هو حقيقة هو مبني على الفتح منع من الفتح ظهور الفتح السكون العارض لدمع كراهية توالي الأمثال أنا قلت رحلت بتتوالي الأمثال فكون في ثقل نعم وسكنت هذه اللام لكن الأصلا في الوعدة الماضي أنه مبني على الفتح أنه هو رحل أنه هو أصلا مبني على الفتح نعم وحقيقة النحو مذاهب نعم وباب كبير كبير أردنا أن نقف مع كلمة واحدة ربما حلقات صحيح طيب نذهب إلى الجانب المعنوي في أو المعاني في هذه القصيدة رحلت سم مهاجرا والهجرة يعني نحن نعرفها في التاريخ نعم نعم الهجرة هو انتقال من مكان إلى مكان والهجرة غد لا تكون بالانتقال غد تكون بالترك مثلا صلى الله عليه وسلم قال له ما المسلم قال من سلم المسلمون من لسان بيدي قال له ما المؤمن قال من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم قال ومن المهاجر قال من هجر المعاصي فقد يأتي الهجرة ويراد به الترك أو الانتقال من مكان إلى مكان نعم طيب التعبير هنا في عجز البيت في قارب الأمل السعيد نعم وهنا واضح أن هذه الرحلة في الماء نعم في نهر أو في بحر لأنه قارب نتكلم عن قارب وإن كان المسألة هو نقل هو تصوير تصوير لشيء كان كلها معاني لكن صورها بأشياء محسوسة وهو في القارب وصف القارب بأنه سعيد وقارب أمل أيها والقارب الأمل السعيد وصف الأمل بأنه سعيد وهذا دفعا لأنه الأمل قد لا يكون سعيدا لأنه ورد في الأكوة ويلههم الأمل فسوف يعلمون هنا الأمل ليس سعيدا إنما طول الأمل في الحياة طول الأمل وقالوا طول الأمل يورث الكثل بعد يقول لك والله أنا سأفعل ويؤجل حتى حتى في الاستقامة بعضهم يقول أنا سأستقيم لكن ليس الآن أنا أمضي حياتي كبيرت بعد ذلك نعم وطول الأمل في الإنسان هذا لا يكبر القلب يظل شابا في طول الأمل لا يظل قلب الكبير شابا في ماذا من هذه الأشياء طول الأمل طول الأمل حتى إذا كانك أهلا نعم طول الأمل وهنا وهو الآن هنا في قارب أمل لكن هذا الأمل سعيد والسعادة كما هو معروف السعادة في الدنيا الإمامة يعني الإمامة يعني الإمامة يعني أن السعادة في الدنيا تنتهي بوصول الإنسان إلى الممنوع بوصول الإنسان إلى الممنوع بمعنى الإنسان هو صحيح أمل يؤمل أن يفعل شيئا ما هذا الشيء إذا تمكن منه تحل السعادة عندئذ يفرح جدا بعد قليل تتلاشى السعادة وأقرب مثال إذا ذكرت في حلق ماضي والله أعلم الطالب الممتحن فإذا امتحن وأحرز درجة كبيرة يفرح عندئذ بعد قليل تتلاشى هذا الفرح لن ننتقل إلى مرحلة أخرى فالسعادة في الدنيا ليست لازمة وما السعادة في الدنيا سوى شبحين إن صار جسما مله البشر كالنهر يركض نحو السهل مكتدحا حتى إذا جاءه يبطي ويعتكر وليس يزعد الناس إلا في تشوقهم إلا المنيع فإن صاروا به فتر فإن رأيت سعيدا وهو منصرف عن المنيع فقل في خلقه العبر لكن السعادة هناك ربما تجي نهاية العبيان السعادة هناك باقية سعادة في الآخرة باقية لآخر السعادة جميل الورد خلفك باسم والطير يسجع بالنشيد كمثل هذا الطير الله يكلام نعم وحقيقة وهذه المناسبة طيبة نعم أن يكون الطير يكون موجودا بيننا حقيقة وهذا دائما التصوير الأشياء التي لم تكن بين يديك تجعل الخيال يزبح صحيح يزبح بك الخيال نعم فهنا الله عز سبحانه وتعالى قال حتى إذا كنتم في الفلك خطاب وقال جرينا بكم ولم يقول جرينا بكم نعم جرينا بكم نعم لأن إذا قال سبحانه جرينا بكم أنت تقول أنا لست في البحر الآن الآن في البرد لكن جرينا بهم تنتقل مباشرة إلى إلى السفن وإلى البحر جرينا بهم فالخيال ينطلق أكثر فهنا العجيب في الأمر هو في قارب والقارب في الماء وخلفه الورد هل هذا الورد في الماء وحقيقة هناك أشجار تنبت في الماء ورأيناها تنبت في الماء الأشجار في الماء نعم تنبت في الماء وتسير داخل الماء وبعضهم يعوق الملاحة نعم نعم وأما الطير يمكن يمكن أن يكون الطير فوق الماء لكنه أراد أن يجمع بين أشياء بين الماء والورود والطير الماء منظره جميل ولا ريب الورد رائحته طيبة والطير صوته أيضا صوته جميل ومنظره جميل كذلك فهو في وضع كله سور يصف هذا وكله سعادة قاربه سعيد نعم ومعه الورد ومعه الطير ومعه الماء نعم في رحلة سحرية فيها ابتسامات الوليد ولما نذكر نايمة السحر عنه مبالغة في الشيء مبالغة في جمال الشيء كأنه سحر أو كأنه لا يمكن أن يكون والسحر أيضا معانيه كثيرة نعم أحيانا لا يراد به السحر المعروف نعم طيب هنا ما في أجمل من ابتسامة الوليد نعم ابتسامة الطفل الغريب هذا ابتسامة جميل جدا ويحسها الوالدان صحيح ابتسامة جميلة وابتسامة بريئة أولا ليس فيها تكلف صحيح وقلبه خرجت من قلب مؤمن ولا يشك أحد في أن الطفل مؤمن الكبير قد يكون منافقا لا ندري بهذا قد يكون في قلب الغل والحقد وكله هذه ليست موجودة أبدا في قلب الطفل نعم لأن كل مولود يولد على الفطرة على فطرة الإسلام نعم هو طفل إلى أن يبلغ الحلم فهو إذن ما يخرج منه ويخرج من قلبه وقلب سليم ابتسامة خرجت من قلب سليم نعم ومن طفل من طفل غرير وليد نعم وليد بمعنى مولود نعم أن يصنع في الدعاء يقول اللهم كلاءة ككلاءة الوليد أي اللهم احفظني كما يحفظ المولود يعني أبواه يهتمون به يحفظونه من الحر ومن البرد ومن كل كل خطر داهم نعم وهناك في ظل وهناك في ظل الغصون الخضري والعشب النضيض والماء تحتك باحك فكأنه يتل القصير وهنا هنا أتى بهناك وقال ثمة وتتمكن من اللغة وتنويع هناك قال ثمة وهنا أتى بهناك وهناك للبعيد معنى هذا الذي قال كأن الذي يسير في القارب لم يبلغه بعد نقول له هناك هو لم يبلغ هذا المقام لكنه سيبلغه ولو تفاؤلا يقول له فذكر هذه الأشياء التي هي هناك وعندئذ فيها إثار الإنسان نعم نعم وكذلك فيه حث على الجد في السير وفي عبور هذا بهذا القارب وتشويق نعم حتى يبلغ ذلك المكان نعم الذي فيه هذه الأشياء تفضي بسرك آمنا وتعيش بالقوت الزهيد نعم القوت الزهيد وهذه الدنيا لا تستحق أكثر من هذا نعم لكن مع وجود هذه الأشياء وهذه المحافظات نعم نعم وهو زاهد فيها الزهد ليس ليس بالضرورة أن يكون الزهد هو ترك الدنيا والأبدا حتى قيل سؤال للأبا محمد قال لا يكون الرجل زاهدا ومعه ألف دينار قال نعم شريط ألا يفرح إذا زاهد وأن لا يحسن إذا نقصد هنا فرح البطر لا يرسل الإنسان يفرح في أشالة المؤمن يفرح نعم ويبلغ ويضحك الله عز وجل قال على سلينا سليمان عليه السلام قال فتبسم ضاحكا من قولها هذا ورد في القرآن والضحك فقط تبسه فهنا لكن ليس بفرح البطر ولا الحزن أن يمكن لماذا نقصد هذه الأشياء لعم وهنا ما يبلغ الإنسان وهناك الذين ندرسون الطب أبو قراط صاحب القسم وأبو قراط هو ملقب بأبي الطب وهو قال الذي خلص الطب من الشعوذة والدجل وما إلى ذلك وهو عاش قبل الميلاد عاش قبل الميلاد ما بين 366 تقريبا إلى 460 377 فيما أدري فيما أعلم والله أعلم فأبو قراط هذا قال قال لا نعيش لنأكل إنما نأكل لنعيش لنعيش نعم ولا نعيش لنأكل نعم فهو يعيش بالقوت الزيد الله مجعل طعام أهل محمد القوت يا السلام نعم ما يكفي هذا الإنسان وهنا القناعة نعم القناعة لأنه كله وشربه ولا تسرفه وهنا قال العلماء قالوا هذه الآية لم تبقي لجال نوس طباء وجال نوس هو أمير أطباء قال ما أبقت للآية طبا كله وشربه ولا تسرفه فيعيش بالقوت الزيد وهذا رضا وهذه بلاغة يعني نعم رضا وغناعة وإعجاز حتى للحقار عجاز ما دام قلبك عامرا من نور في كنف الحميد وهناك تعلم موقنا أن التقي هو السعيد إن السعادة أن تعيش بفكرة الحق التليد والله هنا كأنه في شيء دخل عرضا لأن هناك في كنف الحميد هناك ربما يكون هناك في الدار الآخرة لأن المؤمن إذا بلغ الدار الآخرة خلاص هو هو النجا نعم إذا أمس وسادي من تراب وبدت مجاور الرب الرحيم فهنوني وصيحابي وقولوا لك البشرى قد امت على كريمي يا سلام ففي كنف الحميد سبحانه وتعالى هناك منتهى السعادة هناك يعلم قال تعلم أن التقي هو السعيد ربما الإنسان لا يعلم في الدنيا أن التقي هو السعيد قد يبتل التقي بما يشق عليه لكن أيضا هذا لا ينفي سعادة منه لأن السعادة تختلف عن اللذة مقومات اللذة تختلف عن مقومات السعادة الإنسان قد يكون سعيدا وهو مريض وقد يكون سعيدا وهو جائع أو عطشان لكن اللذة تختلف السعادة لا تفتغل إلى ما تفتغل إليه إليه اللذة نعم فنعرف التقي هو السعيد هذا يعلم يوم القيام أن التقي هو السعيد بالأدلة نعم المؤمن يعلم أن التقي هو السعيد لكن هذا لا يعلمه كل البشر صحيح دكتور الطيب محمود عبدالقادر نحن والله نشكرك شكرا جزيلا رب الله وهذه القصيدة دعونا كذلك نشكر الإخوة الكرام في موقع صيد الفوائد على الإنترنت لعل هذه القصيدة موجودة في هذا الموقع ولعل هي لأحد الشباب اليمنيين نحن من هنا نحييه من خلال برنامج بيت القصيد ونحيي كل الإخوة الكرام في موقع بيت القصيد بالتحديد في واحد الأدب أخذنا هذه القصيدة الرائعة الجميلة وتحية لهذا الشاب الذي كتب هذه القصيدة تبقت لنا دقيقة واحدة في نهاية هذه الحلقة أشكر جدا فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحمود طيب محمود عبد القادر وسنعيد قراءة القصيدة مرة أخرى إن شاء الله شكرا جزيلا ورحلت ثم مهاجرا في قارل الأمل السعيد الورد خلفك باسم والطير يسجع بالنشيد في رحلة سحرية فيها امتسابات الوليد وهناك في ظل الغصون الخضر والعشب النظير والماء تحتك ضاحك فكأنه يتل قصيد تفضي بسرك آمنا وتعيش بالقوت الزهيد ما دام قلبك عامرا بالنور في كلف الحميد وهناك تعلم موقنا أن التقي هو السعيد إن السعادة أن تعيش لفكرة الحق التليد نشكركم جدا المشاهدين حتى الملتقى دكتور الطيب أيضا نشكر لك هذا الوقت الثمين الذي توطينا له دائما شكرا جزيلا لك لك التحية أيها المشاهدين الكرام حتى الملتقى في أمان الله وتكرم كل من هانات عليه إذا استغنيت عن شيء فدعاه وخذ ما أنت محتاج إليه